أولاً تحياتي ليكم وكل السادة المتابعين وخلينا أكلم كل أب وكل أم بيسمعني دلوقتي في بيتك مستضيف في السنوية العامة السنة دي فأهله وسهلاً بيك حبت خطوات لازم تاخد بالك منها أولاً تغربتك أنت في السنوية العامة وذكرياتك تخصتك أنت بس ما تنقلش أي ذكريات ولا مهارات لأولادك خليك وصق في المنتج التربوي بتاعك هو عنده قدرات عقلية وعنده مهارات عقلية وعنده كمان المناهج فيها شوية تغيير فهو أكتر حد يشايف الرؤية لكن توجيهك أنت أوقت بيكون ضاغط عليه وأوقت كمان تجربتك أنت الأليمة وتجربتك أنت عدد ساعات المذاكرة اللي أنت كنت بالذاكرة كويسة وتجربتك كانت أجمل تجربة بس خاصة بك أنت ما ينفعش تنقلها لأولادك أحلامك اللي حصل فيها إخفاق في تحقيقها والأهداف بتاعتك اللي أنت مهاراتش تحقها مش شرط إنها تورث يعني إيه مش لازم ابنك هو اللي يعملها خليه هو يعيش شخصيته ويعيش حياته مرة تانية من صباح الخارجة مصر وكل أب وكل أم بيسمعني دلوقتي مستضيفة السلامية العامة في البيت خد بالك من الرسالة اللي بتوجهها لأولادك الرسالة اللي بنوصلها لأولادنا صعبة جدا بلاش ممنوعة ممنوعة توصله رسالة مفادها أنت حاصل النتيجة أو أنت حاصل الكلية اللي أنت هتخش شهم بمعنى إيه الكلام ده اسمها الحب المشروط أو القبول المشروط أنت بالنسبة لي مجرد رقم في السلامية العامة أنت بالنسبة لي كلية أتخشها أنت بالنسبة لي هدف أو حلم وده يعتبر نوع من الأنواع الأنانية خليه هو يعيش حياته ويعيش طموح ويعيش فكرته وخلينا أقول لك يعني عشان ممكن حد يقوله طبعا هسيبه براحته لكن فيه توجيهات بسيطة جدا جدا لكن بدون حبة حاجات خلينا بما أن حضرتك أشارت ليها إيه التوجيهات البسيطة اللي لازم الأولياء الأمور يكونوا حارسين عليها وفي نفس الوقت من غير ما يعقدوا الأمور طيب سؤال مهم جدا إيه طبيعة مرحلة السنوية العامة السن هو في سن المراهقة عنده ضغوط مراهقة طبيعية جدا ودي عملاله مشكلة تمام عنده أفكار لسه جديدة بالنسبة له وعنده مخاوف فهو عنده من الضغوط ما يكفيه حتى لو كان يشعر باللا مبالاء ومش مهتمة أصلا ده في حد ذاته دليل أنه عنده ألأ وتوتر فممنوع أنك تنتقضه انتقاض صعب جدا النقد في هذه الفترة بالذات ممنوع ويعتبر مجرم ومحرم المقارنة أنك تقرنه بنفسك وانت لما كنت عدد الساعة اللي بتذاكرها ودروسك وحلل امتحاناتك وحاجات الجميلة اللي انت كنت فيها دي تجربتك أو حتى بغيره محيطه بأخوه أخته أو صحابه قريبه ابن عمه ابن خالي اللي هي المقارنة الصعبة جدا اللي بنعملها احنا تكلمنا عن النقد والمقارنة وكمان بعد كده اللي هو نعمل حاجة صعبة كمان أنه ممكن أزمه أنه أنا أقول عليه أنه تأدأك وحش أنه يطول الوقت بوجه له اتهامات لازعة فالحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتعمل عليه ضغط شديد جدا وبتخليه يشتت أو ممكن كمان أنا مش داخل السناتي أنا من اللي أنت بتقوله وتتوجهني لي فأنا ممكن لو فيه ممكنين أن أأجل أو على حسب الإجراءات الموجودة بيتخذها علشان ما يدخلش أو أنه ينفر تماما من السنوية العامة أو طول الوقت هو بيفكر هما شايفيني إزاي فناخد بالنا جدا من الرسائل دي لأنه محتاجين نوفر لأولادنا الأجواء الهادية خلينا نفاكرين أنه في السنوية العامة هو عنده ألأ الألأ ده لو ما توظفش هيبقى عامل زي البنزين اللي انت مش حطه في عربية ولا حطه في مكينة معينة تودد لك بطاقة فدي مشكلة الألأ